اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل وجمال عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية وصراحة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقاني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها خاصة الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء